ازاي نقضي وقت العيلة ده مع بعض؟ واحد نحدد وقت اي حاجة في الدنيا علشان تتعمل لازم نحدد لها وقت وعشان كده محتاجين الاب والام الزوج والزوجة يبقوا مخططين للوقت ده ومتفقين مع بعض كل واحد يحاول ويجاهد انه يفضي وقت للتاني ويفضي وقت كمان للاولاد للأسرة الدراسات كتير بتحدد رنج كده للاوقات اللي المفروض الزوج والزوجة يقضوها مع بعض مينموم مثلا ساعة لربع يوميا او ساعة يبقى الزوج والزوجة متفرغين فحديث بينهم هما الاتنين مع بعض بشكل خاص بيتطمنوا على بعض بيعرفوا اخبار بعض كل واحد بيحكي تفاصيل يوم والتاني وهكذا بالنسبة للابناء دراسات برضو كتير بتقول عايز تضمن ان يبقى ليك علاقة قوية مع ولادك لما يوصلوا مرحلة المراهقة انت محتاج تقضي مع كل طفل مينموم نص ساعة يوميا بشكل خاص غير الوقت العام اللي بنقضيه مع الاسرة كلها يعني انت قب مثلا عندك طفلين في الاسرة انت محتاج تقضي مع كل طفل مينهم نص ساعة في حديث متبادل بينك وبينه بتتكلم معاه عن يومه عن اخباره وهكذا اشتركوا في القناة